السلام عليكم اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الكسر السودانية من الأكلات الشعبية التقليدية هي نوع من أنواع الخبز الفيديو ده تلبية لرغبة من صديقة الغناء وبحتزر للتخير لظروف خارجة عن الإرادة طبعا أنتو كل طلباتكم أوامر وإن شاء الله هتكلم فيه عن كل التفاصيل المهمة الممكن بواجهكم كمبتدئين في عواسطة الكسر السودانية لو أنتو ما شفتوا الفيديو الفاتل اللي هو طريقة تخميل العجين أو خمال العجين أرجع شوفوه لأنه مربوط بالفيديو ده بسم الله طبعا عندي الخمار جاهز بس أتأكد أنه يكون حمض يعني أدوه كده وأشوفوه الحمض ولا لسه أبدأ أضيف الدقيق عشان أحاوله العجين ضفت كوباية من دقيق الزر الأبيض هضيف الكوباية الثانية من دقيق الزر الأبيض وحضيف الكوباية الثالثة من دقيق الأبيض المتعدل الاستخدامات أو دقيق الفينو كي أضيف أنا ثلاثة كبابي ثم هنزل لكم كل المغادير في صندوق الوصف هضيف الموية هضيف الكوباية الأولى بعد كده هشوف القوام بتاعي كيف هبدأ شنو أحرك هضيف تاني نصف كوباية من الموية هنا القوام أنتو ممكن تتحكم فيه على الحسب ما أنتو بتحبو الطرقة بتاع الطرقة تكون كيف إذا بتحبو الطرقة تكون تخينة ضيف كوباية ونصف من الموية لو أنتو بتحبوها تخينة بالغوام ده كده ممكن تعويسوا عادي فلو أنتو بتحبوها كمان الكسر تكون رهيفة ضيف كوبايتين موية شايفين نضيف طرقة عن تاني نصف كوباية من الموية لأننا بحبها تكون الطرقة بتحتي رهيفة شوية أو خفيفة بس كده القوام ده مزبوط بس بعد كده طبعا حغطي العجين وحستنه حوالي ربع ساعة أو مصد ساعة بعد ذلك حغوص يعني طبعا اللي أهم حاجة اللي هو صاجة العواسة الكسرة دايما بتدعاس في نار حادية شديد فحاولوا دايما خص لو أنتو مبتدئين خلوا النار تكون واطية لو أنتو مستخدمين البتجاس خلوا تكون الأعين كلها في أقل مستوى وبرضو لو أنت صاجك يعني بمسك الكسرة فحاولوا أحرقينه أول حاجة قبل ما دلوسي بهه بتعمل شنو أول شك تتهين الصاج بشوية طايوك أو بتتهينيه بشوية ويكا أو دكوة أو طحينة وتوطي النار على الآخر وخليه لغاية ما يتحارك كله اللي هي الدكوة وبعد كده تنظف الصاج نظيف وبعد كده تبدو دبس بهه عادي أول حاجة هعمل حاجة هنا الصاج بشوية زي وبعد كده هعمل اختبار بشوية بحروس شوية مو وحاشوف إذا هل درجة الحرارة كلها في الصاج يعني متوزعة أو متساوية في كل الأطراف دي طبعا برضو خطوة دي مهم مشاريع بعد كده هابدى شنو هابدى عووس عادي ها استخدم الكاز ده وأنا طبعا تكلمت برضو عنه في فيديوهات فيديو فات أرجع شوفوه أدوات الكسر السودانية هغرب به العجين كمان برضو القرقريبة لازم نضع عليها شوية موية وحنخذتها في الموية كده بالشكل ده هنعووس من كل ما طرقة وطرقة هننضيف القرقريبة وحنرجح تاني نعوز بيها بسم الله حنبدأ طبعا أول طرقة دي يعني خصوص لو انتوا ابتدئها فعادي يعني ممكن نتنجح معاكم وممكن تفشيل بالراحة كده بهدوء هنمشي يمين شمال يمين شمال لغاية ما نخلص كل كمية العجين وحنستنى لغاية ما الكسرة بتحتي تستوي معاي يلا هنجي هنا علشان نعرف انه كيف الكسرة طبعا لازم هامحايا نضف القرقريبة لو لاحصوية بنضف القرقريبة في الموية هنا طبعا الكسرة هنعرفها كيف استود أول حاجة هنلاحظ لي هاجة دريقة السقونا بتحت الدريقة البخار اللي يطلع مجرد ما البخار يجل أو يخطفي تمام بنعرف كده ان الكسرة بتاعاتنا شنو استود او بطريقة ثانية برضو الأطراف بتحت الكسرة كلها بيتفك او تطلع لي فوق هتشوفو هاسي تطلع معاي عادي الاطراف شايفين الاطراف بدأ الشنو بدأ التفك كده بنعرفين الكسر بتاعتنا شنو استولتنا عليه تمام لاحظوا اللي البخار بدأ يجيل شديد او بدأ يختفي تمام ها استخدم طبعا الاسباتوير هتطلع بيها الطرقة بتحتي همش على كل الحواف على كل الجوانب وحاول افك الاطراف الكسرة كلها عشان اقدر ارفع من الصعب مهم شديد ان البخار يجيل شديد او يختفي تماما شايفين هارفع الكسر بتاعتنا لما البخار يختفي الكسر ما هتحرقني شايفين لانا بتكون برد حاخد يدي اليمين داخل وحارفع بالشمال كده بالشكل ده شايفين هترفع معاي عادة طرقة ما هتحرقني طبعا انو عزتها كمية يعني قبل اكتب عوش برضو نفس الحكاية هعمل هاوزع الكسر الطرقة اللي عادي شكل غوص وحابدع عوش يمين شمال يمين شمال لغاية ما اخلص كل الكمية تحت العجين بالصعب هقلي طبعا لغاية ما الكسر بتاعتي تستوي زي ما قلت لكم البخار لما يجيل شديد او يختفي هعارفين الكسر بتاعتين يستوت اول اطراف تفيك معاي شايفين اطرافين فكت معاي هارفع طبعا الكسر وبين كله طبعا طرقة وطرقة هامسح الصاج بقطعة القماش النظيف او المعراكة هبدأ عوش الطرقة الثانية زي ما شايفين طريقة سهلة جدا عواست الكسر وما صعبة نهاية بس عايزة لاها شوية تورد بال او ممكن يعني شوية تمارين كده يعني ممكن الاسبوع تتعلم الكسر عادي للامانة يعني انا ما خبيرة في عواست الكسر لكن على حسب المعلومات اللي انا يعني عرفاها ومن وانا صغيرة وطريقة العواست كيف بتكون وكده يعني بس حبيت افيدكم ووريكم يعني الصعبات اللي ممكن تواجهكم في عواست الكسر خصوص لو انتم مبتدئين بس طبعا بعد كده هارفعها من نصات هنا انا حابس لكم بالراحة كده لاحظوا لي مسكة القرق قريبة وصعب عيب تكون كيف ومسكة القريبة بتكون كيف لانه صراحة مهم شديد يمين شمار لغاية ما تكمل كل الكمية بتاحت العجين شايفين بعد كده هارفع الكسر لنصات بس الكسر ده ده ما قلت لكم ساهل لا ساهل ما تتوقعوها شايفين كده الرهيفة طلعت او جاهزة بعد ما خلص خلصت كل الكمية بتحتي حاطلنا الصاج بشوية زيت وحاستنىه شوية كده وبعد كده طبعا هارفع الصاج من النار دي برضو الخطوة دي مهمة شديد عشان مرة جاي لما نجا عوز يعني ما يكون صعب معي خلاص طبعا كده يعني عوزة كل الكمية بتاحت الكسرة وتعالوا نشوفوا هنا كمان برضو عندنا حاجة عايزة اقول اليكن الطبق مهمته هنا شنو الطبق هنا طبعا بيبرد ليه الكسرة يعني ما بيخلي الكسرة كده شنو تلصق مع بعض لو احنا مستخدمين الطبق شايفينه برضو كمان لو قللنا كمية الدقيق الدقيق اللي فينو ما كتيره عشان مات الكسرة تتلصق معا شايفين الكسرة اني بفريدها واحدة واحدة طبعا عشان ما تنشوف معا الكسرة هاخد الديوزو طبعا لو انتو عزو كمية كبيرة ممكن عادي تخطوه في التلاجة تخطوه في طقمة كده تطبيقوها الكسرة بالشكل له وتخطوه في التلاجة بتقعد معاك يزبوه مع الحسب ما انت بتستخدميها هنغطيها بالغطة طبعا اهم حاجة ان الكسرة لازم تتغطي عشان ما تنشوف معا لان الكسرة بتنشف سريع طبعا باقي الكمية برضو يكون عندي كيس بلاستيك مخصص عشان نغطي بيه الكسرة احنا حاموض ليمون او مرح ليمون ممكن عادي كمات دحاظة ممكن تقعد خلية التلاجة يوم او يومين احزا ننبيكم على حاجة لو استخدمي دايق زور الاصفر ممكن تحتاج بزيادة موية شوية يعني مسكوب بايا اسبق كده الفيديو بكون انتهى لو الفيديو عجبكم استفدتم منه ما تنسوا تعملوا لايك واتنشوا شاركوا الفيديو مع الأصدقاء والأحباب ولو انتوا ادمروا شوفوا القناة وارحبيكم اشتركوا في القناة وفعلوا جلس التنبيهات عشان نصلكم كل جديد شكرا دعمكم الدائم لي في الغناء